طلاب أصف الثالث أهلا وسهلا بكم هذه مادة الرياضيات رح نبلش اليوم بالوحدة الثالثة بأول درس رح تكون وحدتنا التالتة رتتحدث عن الطرح الوحدة اللي قبلها كانت عن الجمع واليوم رح نبلش بالطرح وأول درس معنا لليوم هو طرح مضاعفات العشرة والمية والألف زي ما أخذنا بالبداية هناك بهديك الوحدة عن نجمع المضاعفات العشرة والمية والألف أكيد هذه قناة حياتنا أور لايف مندعوكم جميعا للاشتراك بالقناة ومتابعتنا فيك وتلقوا كل الفيديوهات للصف الثالث وكل صفوف من الأول للعاشر بالإضافة لنماذج الامتحانات الشهر الأول والثاني والثالث والامتحانات النصف فصل يعني نهاية الفصل الأول رح تلقوها كلها تم موجودة على قوائم التشغيل يعني بتفوتوا على اليوتيوب منها قوائم التشغيل لبليلست ومنها بتختاروا الصف والفصل الأول أو الثاني أهلا وسهلا بكم جميعا طيب درسنا لليوم إذن زي ما حكينا يا ثالث رح يحكي عن الطرح السؤال هون الأول خلينا نشرحه نفهمه ونحله بقول لنا في عنا هذه خلية النحل زي ما نحنا شايفينها يا ثالث بقول لنا فيها 1533 نحلة أدي طار منها؟ طار منها ألف نحلة فكم نحلة بقيت في الخلية؟ تمام إذن عندكم كم نحلة؟ بالأصل عندنا 1533 طيب لما نحكي أنه طار منها ألف خلينا نشوف وين الألف بالضبط من هذا الرقم 1533 هاي أحد وهاي عشرات وهاي مئات وهاي ألوف تمام؟ إذن الألف هاي لما الألف تروح هايها ألف وخمسمية وتلاتة وتلاتين مش هاي الألوف يا ثالث؟ طيب راحة الألف يعني إذن كأنه طرحنا صاح؟ لما نحكي راحة يعني طاروا منهم ألف قد يبضل إذن نحن نعمل عملية الطرح دائما إذا ما تعودنا زي عملية الجمع منبلج دائما في منزلة الأحد 3 ناقص صفر 3 هاي 3 منشيل منها صفر أوكي؟ يعني ما منشيل إيشي بضلها ثلات نفس الشي 3 ناقص صفر 3 وخمسة ناقص صفر خمسة هلأ الواحد ناقص واحد أكيد صفر فإذن نحن كان شغلنا الشاغل هون على مرحلة أو على منزلة الألوف لما عندي ألف وخمسمية وكذا لما يطير ألف معنا هون إحنا عم نشتغل على الألوف تمام؟ إذن هو هذا راح نحكي عنه اليوم العشرات والمئات والألوف طيب لو حكينا عن نفس هذا الرقم طاروا منهم خمسمية إذن هون رح نحكي نحن عن جهات المئات خمس مية يعني لو نفس الرقم ألف خمسمية وثلاثة وثلاثين نحكي لك إنه راح منه مية مداما درسنا نحن عن العشرات والمئات والألوف يعني مضاعفات العشرة راحوا منهم مية إذن مية نحن عم نشتغل على المئات خمسة شيل منها واحد بتصفي أربعة وهي ثلاثة بتنزل وهي ثلاثة بتنزل يعني طرحنا والواحد ناقص صفر صفر يعني زيكي أنا عم نقول خمسة ناقص واحد نفس الشي العشرات إذا قلتلك طاروا من الالف خمسمية وثلاثة وثلاثين بس عشرة فإذن نحن رح يكون شغلنا بس على العشرات طيب نفس الشي هون فيكنت تكتبوا زي هيك سلسلة منتذكر زمان أخدناها هاي نمط سميناها هذا النمط وسميناها هاي وحدة النمط يعني أديه أنا بدي أطراها أو أديه بدي أجمع القاعدة النمط أو وحدة النمط اللي هي اللي باعتمد عليها عشان أعرف أنا شو هو الرقم اللي بعدي يعني لو حكالك ألف وستمية وخمس وخمسين بدك تطرح أديه منها بدك تطرح منها التلتمية طيب كيف يعني هاي ألف وستمية وخمس وخمسين طيب خلينا أشيل قد تلتمية إذا نحن عن مين بنشتغل بنشتغل على منزلة المئات فبالتالي الستة بدي أشيل تلت حبات منها إذا زيك يعني منشتغل بس على رقم الستة على المئات لحالها ستة شيلوا منها واحد صارت خمسة وشيلوا كمان واحد صارت أربعة والأربعة صارت تلات طيب ممتاز يعني زيك عنه تلت مرات نحن طرحنا المئة أوكي إذا نحن اللي عم نشتغل عليه زي ما قلنا لكم منزلة المئات طيب لو لفص الرقم إذا بدنا أو لا رقم تاني هون مستخدمين أقوله تسعة تلاف ومية وأربعة واربعين بدنا نشيل منه تلات تالاف طيب بدنا نبلش بالعدد تسعة تلاف ومية وأربعة واربعين طيب قدي بدي أنا أشتغل على وين بدي أشتغل بالزبط على خانة الألوف لأن هون عندي تلات تلاف تمام يا ثالث إذن خانة الألوف نشتغل عليها الأول تلات منازل رح ينزلوا زي ما هم تمام بعدين تلاتة يعني التسعة بدأ شيل منها تلاتة قدي بتتصفي تتصفي ستة إذا بدنا نفرجيك إياها بالزبط يعني مرة على مرة على مرة كيف نحن عملنا عملية الطرح يعني شلنا كل مرة ألف كم ألف بهذه الحالة عندك هنا بالتلات تلاف تلات ألوف يعني ألف وألف وألف تمام إذن التسعة رح تصير تمانية والتمانية رح تصير سبعة والسبعة رح تصير ستة أوكي طيب خلينا نحل مع بعض الآن الأسئلة بس هون شو طالب منا؟ طالب منا جد ناتج الضرع الطرح بس كيف ذهنيا يعني عندك تلات تلاف أو نبلش بالأولى اللي هون اللي هي ستة تلاف أو تسوري ثمانتة تلاف خمسمية واحد وتمانية بدنا نشيل منها الأربعين طيب ذهنيا يعني أنت بس تفرج على العشرات هاي هالعشرات التمانية شيل منها أربعة بتصير أربعة بقية الأرقام الثانية الأحاد والمئات والألوف نزلوها زمهن فرح تصير واحد أربعة خمسة تمانية طيب نيجي لهون هون على الستة إذا أنت عم تشتغل مين على العشرات فإذا رح تشتغل بس على التسعة شيل من التسعة ستة ثلاث والباقي نفس الأرقام نزلها تمام؟ طيب ننتقل للي بعديها خمسة آلاف ومية أو خمسة آلاف خمسمية وأربع وعشرين بدنا نشيل منها تلات مية إحنا هون عم نشتغل على المئات يعني الخمسة بدنا نشيل منها تلات تمام؟ يعني كم مرة بدأ أشيل مية منها كم مية بدأ أشيل من الخمسة هون زي ما شرحنا هلأ كم مية عندي تلات ميات يعني خمسة رجع لورا خمسة رح تصير أربعة بعدين رح تصير تلاتة بعدين رح تصير تنين تمام؟ إذا رح تصير هون المئات رح تصير تنين بقيت الأرقام رح تنزل زي ما هي طيب 1382 ناقص مية يعني عم تشتغل على خانة المئات التلاتة شيل منها واحد بنشيل من التلات واحد بتصير اتنين فإذا رح تصير 1282 طيب هون هلا هون برضو عم نشتغل على الألوف 7000 هون عندي 9000 التسعة كم ألف بدي أشيل منها بدي أشيل منها 7000 يعني زي كأنه بدنا نرجع أرجوع زي هاي الوحدة وحدة النمط بدنا نرجع أرجوع 7 مرات تمام؟ يلا نرجع أرجوع 7 مرات تسعة تمانية سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة اتنين فإذا هون رح تصير عندي المئات هي اتنين إذا عدينا على أصابعنا وشيلنا من التسعة سبعة تمام؟ يا بتشيل أنت لحالك بتطرح يا أنه يفضل هون زي ما بحكي لك ذهنيا أنه أنت ترجع فيها أرجوع زي ما عمنا بوحدة النمط أو بالنمط طيب بنفس الشي هون عندي برضو منشتغل على نفس المنزل عندك اتنين طيب ما هو العدد المفقود؟ هلا هون يا تالت بدنا نعرف العكس نعمل العكس نتذكر نحن أخذنا أنه في عنا العملية رح تكون عكسية بعملية الطرح هون يعني الناتج باجي بجمعه مع المطروح منه بيعطيني المطروح بيعطيني الرقم الأصلي تمام؟ إذا الناتج بنجمعه مع المطروح منه بيجي بيعطيني العدد الأصلي قبل الطرح طيب هلا الأربعة ضلات احنا خلينا نتفرج هاي طريقة يا طريقة تانية يعني ممكن أنا أجمع هاي مع هاي عشان يعطيني هاي طب هذا العدد موجود شو بدي أعمل؟ إذن بمسك هذا العدد وبطرحه من الناتج إذن بالحالة اللي بيكون فيها العدد التاني ناقص العدد الأولاني شو بدينا نعمله وبنطرحه من الناتج؟ يلا نطرح أربعة ناقص أربعة سفر واحد من واحد سفر وثلاثة من ثلاثة برضو سفر وخمسة ناقص واحد بيعطيني أربعة تمام؟ فصار الجواب عندي أربعة تالاف طيب نفس الحالة لما يكون عنا العدد التاني مش موجود شو بنا نعمل يا ثالث بدنا نطرح العدد الكبير الأصلي يعني اللي قبل الطرح بدنا نطرحه من الناتج يلا أربعة من أربعة سفر وأربعة من أربعة سفر وستة من الثنين أربعة وأكيد واحد من واحد سفر نيجي لهون هاي الحالة هلا اللي حكيناها هلا لما يكون عندي العدد الأولاني مش موجود شو بنا نعمل بهالحالة يا ثالث بدنا نجمع هدول الاثنين لأنه حكينا عملية الطرح وزي عملية الضرب والقسمة بتكون عملية تبادلية كيف يعني؟ يعني ممكن أن هدول الاثنين أحولهم أو أقلب هالعملية تصير عندي عملية جمع في سبيل إن أنا أعرف هذا الرقم الأصلي يعني خمسة ألاف اجمعوها مع الألف ومية وثلاثة وثلاثين طيب هون نفس الحالة الأولانية بنطرح هذا العدد من هذا العدد بيعطيكم مية هون نفس اللي حكيناه برضو بالأعلى هذا العدد نطرحه من الناتج بيعطينا العدد أربعة ألاف ونيجي لهون هذا العدد نطرحه من هذا العدد بيعطينا الناتج خمسمية ما هو الفرق بين العددين على البالونين هدول العددين؟ أهم شغلة بدنا نعرفها يا ثالث إنه دايما نطرحه العدد الكبير ناقص العدد الصغير معقول أطرح ستمية أشيل منها 2450 ما بزبط فإذا دائما 2450 وهو العدد الكبير بحطه بالبداية بعدين بحط إشارة الطريح بعدين بنحط 600 وزي ما تعلمنا منطرحها بيعطينا الجواب رح يكون يطلع معاكم 1850 هلأ ننتقل لكتاب التمرين بس نفرجيكم حلولنا فيكوا تأخذوا بوز لهذه الشاشة زي ما أنتوا شايفين هيك العداد رح تصير أوكي لما بدنا كل مرة نيجي نطرح عشرة من هذا الرقم أوكي خلين أحكي لكم هون شو هذا الجدول بيعني بالزبط طيب الجدول زي ما أنتوا شايفين يا ثالث بدنا نعرف نحن المثال المثال أولا موجود هو بفاهمنا شو القصة يعني هذا العدد عندك 7233 بتأخذه بالفداية شو بدك تعمل فيه اعمل زي هيك انت سهم أحسن ما تخربط يعني هذا العدد الأصلي بدنا نطرح منه عشرة طيب الجواب اللي بيطلع معاك حطه هون إذا 7233 شيل منه عشرة بصير 7233 نفس الشي هذا العدد امشوا هيك بالسهم امسكوا وهون يعني هذا العدد نفسه بدكوا تجمعوا عليه 30 اجمعوا 30 شو بتصير بتصير 7236 نفس الشي هذا العدد اطرح منه عشرة اكتب الجواب هون هذا العدد اجمع عليه 30 وحط هون العدد الناتج يعني النتيجة نفس الشي هذا اطرح منه عشرة واكتب هون الجواب واجمع 30 عليه وحط هون الجواب نفس الشي هون هون نفس هذا العدد بطرح منه 300 بيعطيك هون جواب وهذا العدد نفسه بنجمع عليه 400 واكتب هون الجواب 4923 شيلوا منها 400 بتصير 4523 8203 ناقص 5000 تعطينا 3203 وهون 6924 شيلوا منها 700 بتصير 6224 وجواب السؤال النهائي عندك عدد فكرت فيه سارة براسها وراحت طرحت منه هاي زي الحزورة طرحت منه 4000 طلعي الناتج 1566 كيف ممكن اعرف احنا قلنا لما يكون عندي حالة زي هيك هذا العدد طرحنا منه 4000 بيعطينا جواب 1566 انا مش عارف هاد او بيعطينا الناتج هيك انا مش عارف هذا العدد الاصلي شو بعمل بهالحالة بمسك هذول اتنين وبجمعهم رح يعطيكو جواب 5566 بهيك يا حلوين خلصنا درسنا الاول نراكم ان شاء الله في الدرس الثاني بنحكي فيه عن او لأ هون في تكميلة للأسئلة اه هون في عنا تكميلة اذا منكمل مع بعض قبل ما ننهي في عندي اذا صفحة 26 هون اكمال لهذا الجدول بطرح مضاعفات العشرة والمية والألف هاي هم الاجابات فيكو تعملوا بوز للشاشة وتأكدوا من حلولكم بالزبط شو المطلوب هذا العدد انتبهوا كيف تكملوا 4253 اطرحوا منها عشرة وكتبوا جواب هون نفس الشي هذا العدد تطرحوا منه عشرة وبتكتبوا هون نفس هذا العدد برضو بتكتجربوا كل واحدة بوحدتها بتكتطلعوا جواب يعني 7962 شيلوا منها 40 واكتبوا جواب هون تمام اللي تحت لعبة تمام فيكو تعملوها وتنبسطوا فيها مع زملائكم اذا نراكم عزانا في الدرس الثاني بنحكي فيها عن الطرح الذهني شكرا لكم ولا تنسوا تشتركوا بالقناة الى اللقاء